اشتركوا في القناة تطرق لها علماء الإدارة لكونها تعتبر محفزا من محفزات العمل وتساعد على التخفيف من التعب والإجهاد البدني والذهني نتيجة العمل لأوقات طويلة ما إيابيات تحسين بيئة العمل فيها تتمثل في الآتي أولا التأثير الإيجابي على سلوكيات العاملين خلال أداء العمل هي تؤثر على سلوكيات العاملين بصورة إيابية كذلك توفير الهدوء والراحة الفكرية للعاملين أيضا البيئة مفيدة لصحة العاملين فإذا كانت البيئة مريحة فيها أماكن للراحة والاسترخاء ومن ثم إعادة العمل فهذه بيئة بالتأكيد مفيدة للصحة أيضا البيئة الجيدة فيها زيادة لإنتاجية وتساعد العامل أن يعمل لفترات طويلة وبالتالي كل ما عمل لفترات طويلة كل ما زادت إنتاجيته كذلك قلت الوقوع في الأخطاء هذه البيئة المريحة والمتوفرة فيها كل المعينات والآلات والمعدات والأدوات المكتبية فهذه تسهل من الأداء الصحيح وتقلل من الأخطاء أيضا يمتد تأثير تحسين بيئة العمل على المراجعين والزبائن في المنظمة العامة والخاصة أما السلبيات عدم الاهتمام بعناصر بيئة العمل فتتمثل فيها الآتي فإذا ماهتمت الإدارة ببيئة العمل وبيئة المكتب تنخفض مستويات الإنتاج بصورة خاصة وبصورة عامة في المؤسسة وكذلك تنخفض الروح المعنوية للعاملين وكذلك زيادة تقيب العاملين تقيب العاملين بسبب سوء البيئة وأيضا الشعور بالملل والتعب والإرهاق إذا كانت البيئة قير مريحة وكذلك زيادة شكاوى الموظفين والمراجعين وأيضا كثرت الوقوع في الأخطاء أثناء العمل والإصابة بأمراض متعددة ومنها الاكتئاب يعني ذلك أن بيئة العمل الرديئة والسيئة قد تتسبب في إصابة الموظفين بالاكتئاب لذلك على الإدارات أن تحسن من بيئة العمل وأن توفر بيئة عمل صالحة للإبداع وللابتكار ولزيادة وتحفيز الرقبة في العمل أما العناصر الخاصة بالبيئة المادية للمكتب أو عناصر البيئة المادية للمكتب وعندما نقول مادية فإننا نتحدث عن الأمور التي تعين على الأداء الجيد في المكتب أولها نظافة وترتيب المكتب هذه عناصر مباشرة لا بد أن تكون هناك نظافة مستمرة للمكتب ويكون المكتب مرتب بصورة جيدة وأيضا الإضاءة لا بد أن تكون الإضاءة طيبة وتكون إضاءة واضحة أيضا الفدوء والحد من الضوضاء والإزعاج لا بد أن يكون المكتب هادئ وفيه نوع من عدم الإزعاج ولا يكون هناك إزعاج حتى في البيئة المحيطة بالمكتب كذلك تكييف الهواء لا بد أن يكون الجو في داخل المكتب جو معتدل وهناك جو ليس بسخن ولا بارد شديد وإنما يكون متوسط أيضا نظام الألوان لا بد أن يكون نظام منسق يكون هناك تنسيق تام بين الألوان الموجودة في الآلات والمعدات والشكل العام للمكتب كذلك تجميل المكتب الزهور والشجيرات وهذه الأمور مهمة أيضا لا بد أن يكون المكتب جميل ومنسق وأنيق أيضا وسائل السلامة لا بد أن تكون موجودة في المكتب لا بد أن تكون هناك وسائل السلامة مثل طفايات الحريق وغيرها والإنذارات وغيرها لا بد أن تكون موجودة في المكتب أما العناصر غير المباشرة فأولها تصميم المكتب لا بد أن يكون تصميم بشكل هندسي أنيق جميل يفتح النفس كذلك الأثاث الموجود في المكتب لا بد أن يكون أثاث راق وأثاث يتلأم مع شكل المكتب ومقتنياته وكذلك التجهيزات المكتبية من أجهزة حواسيب وأجهزة طابعات وآلات كاتبة وأقلام وأوراق وهاتف ثابت وأثاثات ودولة عمل وكل هذه الأمور لا بد أن تكون مجهزة بصورة عالية وفيها من الجمال ما فيها هذا هو جهاز الحاسب الآلي الأنيق الجميل الذي يفتح النفس هذا جهاز جميل صراحة يعني إذا كان إدارة المكتب تمتلك مثل هذا الجهاز فإنه يفتح النفس صراحة يعني جهاز قمة في الروعة في الشكل فصراحة هو جهاز يفتح النفس لذلك أهمية المقتنيات الموجوزة في المكتب هي مهمة جدا ولا بد من ترتيبها بصورة جيدة هذه هي الطابعة أيضا من الأدوات المستخدمة في المكتب وأيضا طابعة جميلة وراقية أيضا هي من الأدوات المستخدمة في المكتب كذلك هذا هو الماسح الضوئي الذي نستخدمه في المكاتب للمسح الضوئي للمستندات والشهادات وأحيانا للخطابات إذا أردنا أن نرسلها فنقوم بمسحها هنا لعادة إرسالها في صورة طبغة الأصل هذا هو الماسح الضوئي وهو أحد مقتنيات المكتب مثل جهاز الحاسوب وجهاز الطابعة هذه هي الطابعة وهذا هو جهاز الحاسوب الآلي وكلها أدوات تقنية وتكنولوجية تستخدم في المكاتب لتسيير العمل في المكتب بصورة يسيرة أيضا هذا هو الفاكس هذا هو جهاز الفاكس وأيضا نستخدمه في الاتصال والتواصل والإرسال والاستقبال وتنظيم العمل وتنسيق العملية الاتصالية داخليا وخارجيا أيضا من الأدوات المهمة والتي نستخدمها في إدارة المكاتب وهي مكملة لبغية الوسائل التي ذكرناها وعرضناها مثل الحاسب والطابعة والماسح الضوئي وغيرها في كلها هي أجهزة إلكترونية وآلية وتقنية تستخدمها إدارات المكاتب لتسهيل وتسيير العمل المكتبي والذي دائما ما يتطلب السرعة في إنجاز الأعمال حتى في المراسلات هذه المراسلات تحتاج أحيانا لسرعة فقد يكون الأمر طاري أو يكون أمر رسمي فلا يتحمل التأخير لذلك نستخدم كل التقنيات الحديثة المتوفرة لدينا لإنجاز مثل هذه الأشياء الطارئة والسريعة وبصورة فيها نوع من الإتقان والإيجادة ولكي نتقن العمل وتكون الوسائل المستخدمة لا بد أن تكون وسائل فعالة ووسائل حديثة ووسائل تخدم مصلحة المؤسسة وهذه هي مكينة التصوير أيضا نستخدمها في المكاتب أيضا لتسهيل تصوير المستندات ونستخدمها في الأرشفة وأمور كثيرة جدا وهي أيضا مكملة لبقية الأجهزة التي تحدثنا عنها وعرضناها مثل الماسح الضوئي وجهاز الحاسوب ومكينة الطباعة وهذه مكينة التصوير والفاكس وقيرها بهذا إن شاء الله نكون قد وصلنا إلى نهاية المحاضرة تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته